نعمل إيه بقى؟ أنا بقول لحظاتكم أنا شوية هتكلم في الأمر ده من البداية إحنا لازم الأسرة تربي أولادها على احترام الست كست احترام المرأة واحدة يجي يقول لي هو الرجالة ما بيتمش التحرش بيهم آه لا الرجالة كمان بيتم التحرش بيهم آه صح طبعا انتوا فاكرين لما واحدة تشاغل واحد يعني إيه؟ تحرش بيه فلازم لازم الأسرة تربي أولادها على أن ما حدش ينتهي خصوصية الجنس الآخر لا الراجل ينتهي خصوصية الست ولا الست تشاغل الراجل لازم منواحنا صغيرين نربي أولادنا على إيه؟ على أن هم عندهم احترام للجنس الآخر إزاي احترام الجنس الآخر؟ أنه هو دايما يتكلم بنوع من أنواع المسافة لازم يبقى فيه مسافة إهدار المسافات ما بين الجنسين هتخلي الشخص يمدي إيده ويمدي لسانه ويمدي عينه ويخلي الوحدة تتعدى وتحاول تخترق خصوصية الرجل ده لازم يوقف من الأول خالص نحصن أولادنا أن فيه مسافة دايما مسافة آمنة ما بينه وبين الجنس الآخر والمسافة الآمنة ده لا هو يتعدها ولا يسمح لحد يتعدها معه يبقى لازم نقرب المسافات الآمنة ما بيننا وبين بعض والمسافات الآمنة دي مسافات قيمية وأخلاقية لأن انتهاك المسافات دي أنا شفت ناس لما بيجي وقولوا أنت عملت كده ليه ما البنات معايا صديقاتي أو أصحابي كلهم قابلين ده لا لازم يبقى فيه مسافات آمنة الإنسان وهو ماشي يتحرك بيها ده يا راجل السيارة لما تيجي بتمشي لازم يبقى من بين السيارة والسيارة مسافة آمنة مش عايز البناء ده من دم ولح عشان يحصل له الأمان يبقى فيه مسافة آمنة لازم الناس لما تيجي تتحرك في الحياة يبقى عندها مسافة آمنة المسافة الآمنة دي هي اللي بتحقق قوله صلى الله عليه وسلم المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده خلينا نراجع مسألة المسافات الآمنة فلازم نربع أولادنا على المسافات الآمنة أمر التالي لازم كمان رب أولادنا بشكل واضح على مسألة أن أي حد يتعرض لأي نوع من أنواع المهانة لابد أن هو يرفض ده لازم الأهالي يعلموا أولادهم منهم يرفضوا ده حضرة النبي قال إيه إن لصاحب الحق مقالة فصاحب الحق يبقى ليه مقالة وبلاشه الوصمة اللي احنا بنوصم بها الناس دي ما أكيد أنت عملت حاجة لإني عشان تحرش بك ما أكيد أنت عملت حاجة عشان هي تبصلك البصة دي لا عايزين نبطل الحكاة دي عايزين نراعي هذه المسألة الحاجة التالتة والمهمة أن احنا لازم نعملها لازم نرجع نتكاتف تاني أي حد هيبتدي أنا بقول للناس كل أي حد عايزة يبتدي يبص لحد بصة مش مناسبة أو يقول كلمة مش مناسبة لازم الناس تمنعه وترد عليه وتوقفه عند حده وليه نعمل كده ليه نعمل كده نعمل كده عشان احنا بنعمل كده للمجتمع مش فقط لهذه البنت مش فقط لما واحدة تيجي ترمي بلاها على حد نفضل نضحك ونشوف هو عايز تجيب لها ولا لا لا احنا لازم نروح ونقولها اتقي الله اتقي الله ليه مش معنى اتقي الله ان انا اروح اقولها انت ست العوب لا بطريقة لطيفة اذكر بالله سبحانه وتعالى اقول ايه اقول في الحقيقة الناس بيتعرف تأثيرهم مش ان هم ازاي يغوه الناس الناس تأثيرهم بيكون في الناس ان هم يخرجوا احسن ما فيه انت لو خرجتوا اسوأ ما في الناس فخليتي حد او خلت المرأة حد يجري وراها لا لشيء عشان جسدها انا اظن ان هي بتهين نفسها لازم تحترم نفسها وما تطلعش اسوأ ما في الناس دي حاجة كمان مهمة لازم نبتدي من بدري نمنع ده اخر حاجة انا متصور ان احنا لازم نعملها نعم ان فيه دور في المدارس للتوعية ضد التحرش وازاي ان الجسد له حرمة وكمان لازم يبقى عندنا التوجه تجاه التحرش الالكتروني ولابد ان احنا نجرمه ولابد ان يبقى عندنا ترسانة من القوانين تمنع ده كله ولابد ان احنا نتوقف عن اتهام الناس ووصمتهم لان الوصمة دي لا يعود اثارها الا على قلوبنا احنا ومن الحاجات المهمة اللي احنا لازم نعملها كمان ان احنا ببساطة خالص لازم نعمل حالة من حالات التكاتف والتعاضد ان احنا نمنع كافة اشكال التحرش ولازم زي ما انا حبيت كده ان احنا نصنف التحرش على انه نوع من انواع البلطجة اللي تم فيه الاماكن العامة ومهم جدا جدا كمان ان احنا نعرف ان تنشئتنا لأولادنا على احترام المسافات لجسدهم وكمان التعامل بقدر من الاحترام مع الناس وقدر من الاحترام الخصوصية ده يفتح باب لان الانسان يكون متزن اكيد المتحرش ده انسان مش متزن لكن احنا كمان لازم نعود الامور لنصبها ونحافظ على اعرضنا ونحافظ على عرض المجتمع كله بان احنا نوقف اي نوع من انواع تنامي مادي في هذه الظاهرة اللي بتوجع القلوب وتعمل تأثير سلبي في النفوس يجب نكون مع بعض وندعم مسل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمسل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر يا رب اجعلنا دايما في سلامة واجعل اخلاقنا في متانة واجعل كلامنا يا ربنا باب من ابواب الوعي وباب من ابواب التضامن والتكافل وحفظ الاعراض بكرمك يا كريم وبودك يا رحيم